لعله من الأمور اللي حقيقة انعكست الاقتصاد السعودي والحكمة القيادة السعودية هو ملف الطاقة لأنه ملف الطاقة هو القلب النابض للاقتصاد العالمي فالمملكة من خلال حقيقة الجهودة العظيمة سواء فيما تعلق من خلال أوبك تهست في عام الفين عفوا عام في الستينات الميلادية من القرن الماضي أو أوبك بلس في عام 2016 وهي يعني جاهدة لأن تكون أسعار النفط متوازنة كما يقول لا ضرر ولا ضرر لا المنتجين ولا المصدرين كالمملكة العربية السعودية فقية الأعضاء سواء في أوبك أو أوبك بلس أو المستالكين من دول العالم فنجحت في ذلك في الموازنة ما بين الطرفين معادنة صحيح تعبير أيضا المملكة العربية السعودية بمؤشر دولي هي من أوائل الدول على مستوى العالم تركض فيما يعرف بالطاقة البديلة أو الطاقة المتجددة ومن بين الدول على مستوى العالم الأولى فيما يتعلق بتقليل الانبعاثات أنتوا عرفين الكربون وثاني شدي الكربون إلى آخره فهذا برضو سيخدم المملكة عالميا في ملف ما يعرف بالطاقة المتجددة أيضا المملكة أثبت الحقيقة المجددات فيما يعرف بالسعودية الخضراء بعشر مليار شجرة إضافة إلى الشرق الأوسط الأخضر باربعين مليار شجرة وبالتالي هذه خمسين مليار إجمالية ستخدم حقيقة الطبيعة والتغيرات المناخية الحديث يطول عن مملكة ويعني أيديها حقيقة البيضاء الممتدة وأنا دائما أقول في جميع مقابلاتي خير المملكة يخص مواطئة طبعا هذا بطبيعة الحال ولكن أيضا يعم العالم والبشرية تأجمع لو تحدثنا على الأزمات العالمية أعطيكم مثلين الأزمة المالية العالمية في منتصف 2008 الغلايه اللي هبطت بأسعار النفط من 147 دولار إلى 40 دولار أيضا الأزمة التي حصلت أيام أبان النمور الأسيوية عندما هبطت أسعار النفط في التسعينيات من القرن الماضي إلى أقل من 10 دولار تدخلت المملكة العربية السعودية حقيقة وكان هناك اجتماع مشهور في حكم التسعينات يعني أبان النمور الأسيوية ومشكلتها ما حصل مع دول ثلاثة منها ما هو في منظمة أوبك ومنها ما هو خرج أوبك وعمل التوازن في الأسعار نفس الكلام عندما ترتفع الأسعار كيف المملكة زي ما قلنا تتدخل وتحاول تهدي الأسعار المملكة لا تستهدف سواء أوبك أو أوبك بلص أنها ترفع الأسعار بأكثر مما يكون سعر مناسب ولا يضر في الاقتصاد أيضا لا يضر لا المنتجين ولا المصدرين أو المستعلكين من أبرز المواقف أيضا لعبتها المملكة العربية السعودية جزاها الله خير ويرفع لها العقال جائحة كورونا جائحة كورونا المملكة أثبتت للعالم أجمع وكانت أزمة لم تمر على العالم منذ الحرب العالمية الثانية والألف الونزة التي أصابت آنذاك في الحرب العالمية الثانية المملكة سطر لها وهذا ليس كلام طلعت أو كلام محلي أو الاستهلاك المحلي منظمة الصحة العالمية قال سكرتيرها العام في إحدى تغريداته كان يطلب من العالم أن يحتذي حذو المملكة العربية السعود في معالجة مواطنيها والمقيمين على أرضها الطاهرة بما في ذلك مخالفي نظامي الإقامة والعمل كيف هي قدمت العلاج كيف يعني حجم ما أنفق أنا أقول أن أنفق ومن استثمر من أموال في المواطنين لتعامى هذه الجائحة تجاوز 420 مليار طبعا هذه عدة اعتبارات منها يعني تعوضات للموظفين اللي انقطعوا عن أعمالهم منها للمستثمرين منها مستحقات للشركات إلى آخرين لكن هذا الخير امتد إلى العالم كيف المملكة العربية السعودية لدول كبير حقيقة إما أمنت لهم الاكسجين أمنت لهم اللقاحات الدولة الوحيدة أو من القلائل على مستوى العالم التي لم تتبع سياسة ما يعرف السياسة القطية الهيرد منتالي أنه والله خلي معلش يعني نسبة من الشعب يتأثر وكذا على أن يسوي يقول لك مناعة ذاتية المملكة العربية السعودية لم تعترف بالكلام ده وأول حقيقة أنظهه لسيدي خادم الحرامين الشريفان يحفظه ملك سلمان بن عبد العزيز قالها الإنسان أولا والاقتصاد الثانية وهذا فعلا ما حصل لعله من التأثيرات العالمية حقيقة المملكة العربية السعودية استضافة ما يعرف بالجي تونتي اجتماع الجي تونتي في أصعب وأحكى الزروف اللي هي جائحة كورونا وكانت أنجح اجتماع لها افتراضيين على مستوى المجموعة منذ أن أنشأت وأسست في عام 1999 ليس ذلك فحسب جميع قراراتها التي وهذا ينظر حقيقة السواء في الجي تونتي أو في غيرها أخذت بالجدية وأخذت عرفية وبدأت تنفيذها فإذن تعثير المملكة داخليا اقتصاديا اجتماعيا صحيا يؤثر بما في ذلك إسلاميا لأن المملكة العربية السعودية هي قلب الإسلام وهي حكمة حقيقة حكمة السياسة ليس فقط الخليجية والعربية والإقليمية لكن الحكمة العالمية ولعل ما يثبت وإن كان موضوعا ليس سياسي ما حصل في الشقيقة السودان بين الفرقاء وكيف احتضنت المملكة هذا الموضوع ودعتهم باجتماع مع أمريكا وحقيقة أمور كثيرة أيضا تدخل المملكة في موضوع الأسرم بين الأوكرانيين وبين الروسيين ومن عدة جنسية وكيف عملية الإجلاء تجاوز 22 عملية إجلاء بجسور بجسور جوية وبرية وبحرية لنقل ليس المواطنين فقط المواطنين وغير المواطنين في ظروف يعني تنازع في السودان كانت قاسية أعتقد المملكة العربية السعودية فعلا أختم وقول خير يخص المواطنين والموقعين على الأرض الطار ولكن أيضا خيرها لعم العالم من المواطنين ترجمة نانسي قنقر